بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس من الدرس المتعلقة بالمعاملات ودرسنا بإذن الله تعالى في قاعدة مهمة في البيوع والصرف فكونوا معي بإذن الله حتى نأتي على هذه القاعدة ونفهم هذه القاعدة مع ضرب الأمثلة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة فكونوا معي بارك الله فيكم إذن درسنا أيها الطلاب والطالبات قاعدة الربى البيوع والصرف نأتي أيها الطلاب لاستعراض دروس هذه الوحدة وفيها أسباب الكسب المحرم سبق أن درسنا وإياكم السبب الأول هو الظلم وكذلك الثاني وهو الربى ونأتي بإذن الله تعالى مستقبلاً إلى دراسة السبب الثالث وهو الغرار ثم أيضاً عندنا عقد الصرف وكذلك بيع العينة والتورق ودرسنا هو قاعدة ربى البيوع والصرف هذه الدروس هذه الوحدة نأتي وإياكم للوقوف على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا أول هدف أن يبين الطالب قاعدة ربى البيوع والصرف يبين هذه القاعدة ويفهمها حتى بإذن الله تعالى يتسنى أخو استيعاب هذا الدرس أيضاً من الأهداف أن يستنتج الطالب الحكمة من تحريم ربى البيوع لماذا حرم الله هذا النوع من أنواع الربى فيقف على هذه الحكمة ليوقم بإذن الله تعالى أن الله جل وعلا إذا حرم شيئاً إنما يحرمه لحكمة ثم أيضاً نأتي إلى الهدف الثالث وهو أن يوضح الطالب الفروق بين ربى الديون وربى البيوع هذه أبرز الأهداف المرسومة لدرسنا انتقلوا معي أيها الطلاب مع هذه القاعدة التي بإذن الله تعالى نفهمها سوياً ونستوعب المقصود بها هنا أيها الطلاب والطالبات لا تخلوا أي مبادلة بين عواضين من إحدى حالات خمس ركزوا معي في كل حالة من هذه الحالات أول حالة أن تكون المبادلة بين مالين ربويين من جنس واحد المثال كذهب بذهب أو ريالات بريالات طبعاً سعودية مثلاً فيشترط لصحة العقل شرطان ما هما؟ الأول التساوي بينهما في المقدار ريال بريال الثاني التقابض قبل التفرق فإن اختل الشرط الأول فهو من ربى الفضل إذا اختل الأول وهو عدم التساوي بينهما في المقدار أصبح هذا نوعاً من أنواع الربى وهو ربى الفضل وإن اختل الشرط الثاني فهو من ربى النسيئة وإن اختل الشرطان جميعاً فهو من ربى الفضل والنسيئة هذا النوع الأول نأتي إلى النوع الثاني أن تكون المبادلة عدلة بينما ليلي ربويين مختلفين الجنس لاحظ مختلفين الجنس متحدين العلّة مثاله كبر بثمر الآن البر جنس والثمر جنس أو ذهب بفضة كذلك الذهب جنس والفضة جنس أو ذهب بالريالات أو ريالات بدلارات فيسترط هنا لصحة العقد شرط واحد فقط ما هو هو التقابض قبل التفرق ولا يسترط التساوي بينهما فلو اختل شرط التقابض فهو من ربى النسيئة ربى التأخير وأما التفاضل فجائز فلذلك لا يتصوى الربى الفضل في هذه الحالة وهذه الحالة الثانية كنوا معي مع النوع الثاني أن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفة الجنس والعلة كتمر بذهب أو بر بريالات نأتي إلى النوع الذي بعده الرابع أن تكون المبادلة بين مال ربوي ومال غير ربوي كسيارة بريالات أو بيت بدلارات فهذا جائز لا إشكال فيه نأتي إلى الخامس أن تكون المبادلة بين مالين غير ربويين كساعة بجوال أو سيارة جديدة بسيارتين قديمتين ففي الحالات الثلاثة الأخيرة لا يسترط التساوي ولا التقابل بل يجوز التفاضل والتأخير في تسليم أحد العوضين فيصح مثلا شراء السيارة بريالات بالتقصيد ويصح بيع الجوال بجوالين على أن يكون تسليم أحد العوضين بعد أسبوع مثلا وهكذا إذن هذه الأنواع اتضح بحمد الله تعالى دخول الأول والثاني في الرباء وأنه محرم وأما ما عداها فهي جائزة بحمد الله تعالى كنوا مع أيها الطلاب والطالبات لنوقوف على شيء من الحكمة من تحريم رباء البيوع تحريم رباء البيوع أيها الطلاب والطالبات بنوعيه الفضل والنسيئة هو من باب سد الزرائع سد الزرائع وهي الوسائل التي تؤدي إلى محرم لأن ما أدى إلى محرم فهو محرم ذلكم أيها الطلاب أن رباء الفضل فيه زيادة من غير تأخير ورباء النسيئة فيه تأخير من غير زيادة فهنا يقع أن هذه الزيادة تؤدي إلى الوقوع في الرباء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى قد يكونان ذريعة إلى وقوع في الرباء الأعظم وهو رباء الديون الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي لأن الرباء الجاهلية أو الرباء الجاهلي ركزوا معي مركب من رباء الفضل والنسى يعني فيه تفاضل وفيه أيضا تأخير ولهذا حرم كل واحد منهما على انفراده يعني الرباء الفضل حرام وكذلك رباء النسيئة حرام فإذا اجتمع أصبح الأمر أشد حرمة لألا يؤدي إلى الرباء المستبشع إذن هذا ما يتعلق بالحكمة من تحريم هذا النوع من أنواع الرباء نأتي هنا أيها الطلاب والطالبات إلى محور جدا مهم في درسنا وهو الوقوف على الفروق بين رباء الديون ورباء البيوع دائما الطالب والطالبة يحرص في مثل هذه الدروس والمسائل على التفريق لأن هناك يعني اشتراك في هذه الأنواع لا بد من دقة في الفهم حتى لا تختلط هذه الأنواع بعضها ببعض فإذا أدرك الطالب والطالبة الفروقات أصبح عنده ملكة يستطيع بها التمييز في الأحكام وإصدارها على أي نوع من هذه الأنواع هنا يختلف رباء البيوع عن رباء الديون في أمرين ما هما الأمران؟ كنوا معي الأمر الأول أن رباء البيوع محرم تحريم وسائل قلنا قبل قليل من باب سد الدرائع والدرائع هي الوسائل إذن هذا أول فرق أن رباء البيوع محرم تحريم وسائل وأما رباء الديون فإنه محرم تحريم مقاصد كيف هذا؟ يعني أن رباء البيوع هو حرم لا لأجل أنه في أصله محرم وإنما لما يؤدي إلى المحرم وسيلة إلى وقع في المحرم فحرم من باب الوسائل لأن الوسائل لها أحكام المقاصد أما هنا فإن رباء الديون هو بذاته محرم يعني إذا جئت إلى شخص وأعطاك ألف ريال على أن تردها إليه بعد شهر بألفين ريال فهنا الزيادة واضحة فأعطاك ألفا وأراد أن ترد إليه ألفين فهنا التحريم واضح والشريعة جاءت بتحريم هذا الرباء بعينه لأنه مخالف للشريعة الإسلامية وأحل الله البيع وحرم الرباء وجعل الرباء مغايرا للبيع فهذا حلال وهذا حرام إذن هذا هو الفرق الأول ودائما فهمك للفرق يعطيك قدرة بإذن الله تعالى على التمييز بين المسائل نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى الفرق الثاني وهو أن رب البيوع لا يجري إلا في الأصناف الستة السابقة التي ذكرناها في عديث عبادة رضي الله عنه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلى آخر الحديث وما ألحق بها كما ذكرنا أنها يلحق بها ما كان في حكمها وزنا أو كيلا مع كونها تكال وتدخر فإذا اتفق في هذه العلة فهو يلحق بهذه الأصناف طبعا النقدان الذهب الفضة هذه لها علة مستقلة النقدية أو الثمانية والأربعة الأخرى ما كان فيها وزن أو كيل مع مع الطعم أو مع الطعم وهي تكال وتدخر فهذه العلة في تحريم هذه الأربعة إذن هنا رب البيوع لا يجري إلا في الأصناف الستة السابقة وما ألحق بها أما رب الديون فإنه يجري في جميع الأموال بإجمع علماء هذا فرق أيضا جوهري لا بد أن نفهمه أيها الطلاب والطالبات حتى بإذن الله تعالى يتسنى لنا التمييز في إصدار الأحكام المتعلقة بأنواع الربا بعد هذا أيها الطلاب والطالبات كنوا معي هنا في هذا النشاط الذي من خلاله يقوى لدينا استعاب هذا الدرس هنا بين الحكم في الصورة الآتية مع ذكر التعليل والدليل كنوا معي عندنا الصورة الحكم التعليل والدليل ريال سعودي بريالين يمني هذه الصورة ما الحكم فيها؟ أحسنتم نعم الحكم فيها جائز لكن الآن نريد لماذا قلنا إنه جائز ما العلة؟ العلة الاختلاف الجنس فالريال السعودي جنس والريال اليمني جنس والدليل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد نأتي إلى كيس أرز بسمتي بكيسين أرز مزة هل هذا النوع من أنواع الربا المحرم؟ أم هو جائز؟ الحكم ربا ربا محرم لماذا؟ لأجل أن هذا ربوي العلة هنا لأنه من جنس واحد وهما المالان ربويان إذن هذا يدخل فيه الربا فهو محرم نأتي إلى الدليل الشعير بالشعير ربا الحديث نأتي إلى الذي بعده كرتون برتقال بكرتونين ليمون هل هذا يجري فيه الربا؟ أم هو جائز؟ أم هو ربا؟ الحكم جائز أحسنتم لماذا؟ ما العلة في الجواز؟ نعم العلة هي لأنه ليس من الأموال الربوية المرتقال لأنه لا يكال ولا يدخل لا يدخل إذن لا يجري فيه الربا والدليل لم يرد دليل على تحريمه والأصل في هذه الأشياء الحل نأتي إلى الذي بعده سيارة جديدة بسيارتين قدمتين ما حكم هذه المعاملة؟ أحسنتم نعم جائزة والتعليل في هذا لأنه ليس من الأموال الربوية والدليل كما هو سبق الذي قبله لم يرد دليل فالأصل في هذه الأشياء الحل نأتي إلى الذي بعده هو الخامس عسر كيلوغرام تمر لعسر كيلوغرام رطب هنا هذه المعاملة جائزة والتعليل لعدم التفاضل والدليل القول النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر كنوا معي أيها الطلاب والطالبات إلى الوقوف على ختام الدرس بعد أن استردت وإياكم ما يتعلق بهذا الدرس وصور ربا البيوع وكذلك الفروقات بينه وبين الربا القروض كل هذا وغيره قد أتينا عليه بحمد الله تعالى في درسنا أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيب المتابعة وحسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته